ابتدتها ازاي كرة الطائرة؟ ابتدتها في الكلورية التربية الرضية بتعمل نادي صيفي في الصيف ايوه واحنا كنا مشتركين في الهرم في الهرم اه اه ففي الكابتن مصطفى رجب ده اول واحد اتمرنت معاه في الكلورية التربية الرضية واهتم بي وحسيت ان انا بستفيد منه وحبيت ان اكمل في اللعبة دي هل حبيبك في اللعبة؟ اه طبعا فيش كلاف لانه كان هدي الطباعة جدا كان هو من الناس الخريجة وبيشتغل في الصيف في الهرم تربية رضية اه وبالتالي شافني ونت كنت تربية رضية؟ بعدين بعدين اه يعني مكنتش نريبة على الكلية لا 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 بها جنب البيت يعني كلها مفيش هاجة يعني بعدين الاستاذ كابتن فاروق عبدالوهاب شافني كان لعيب هوكي في النادي الاهلي سابقا ايوه قال تعالى اوديك النادي الاهلي فروحت كابتن عباطيف ابراهيم شافني اوافق علي ان انا استمر في اللعب ودخلت مرحلة الناشئين بتاعت النادي الاهلي واستلمني كابتن هشام بدراوي ربنا ادير الصحة المرحلة مهمة جدا في التاريخ الرياضي لهو بقى ايه نادر ياسسك في الموضوع دي اه طبعا طبعا وده عشان طبعا اه لنسي القديمة ومعروف بقى علامة من علاماته كرة طائرة صراحة صراحة يعني بنا ندير الصحة اللهم امين يا رب يا رب فهو اللي ابتدى معاي بقى يعني بتاني نمشي مع بعض تمرين على طول تمرين صبح بعد الظهر مع بعض يعني على طول لعبتك كرة طائرة بره النادي الاهلي تقريبا كم سنة او المبدأت اللعبة نفسها مفيش انا دخلت التربية رضية سوري دخلت النادي الاهلي واحد وسبعين واحد وسبعين واحد وسبعين دي بدايتي تلاتة وسبعين كنت في المنتخب انا كنا جيل واحد كلنا اه ماشيين مع بعض اه ماشيين مع بعض تسعة وسبعين اعتزلت دولي لعبت سنتين في الخليج اتنين وتمانين بقى بتيت مرن النادي الاهلي فريق اول